بسم الله معكم عطسون محمد من اتعلم اونلاين النهاردة ان شاء الله هنتعرف على ازاي نوصل لقيمة الدوال الخاصة بالpower query ومن خلال القيمة ديه نتعرف على وظيفة الدلة والاجزاء الخاصة بالدلة اللي احنا عايزين نستخدمها ايه ده؟ هو انا مقدرش اوصل للدوال بتاع الpower query الا من خلال الفيديو يعرفني الطريقة دي انا في ال اكسل ممكن ندوسها على اصدر بتاع ال fx واختر الدلة انا عايزها زي الدلة في لوكوب واشتغل على طول على الدلة وادخل البيانات بتاعتي واشوف النتيجة بالظبط في الpower query مفيش امكانية ديه بشكل مباشر حتى الان ممكن النسخة الجديدة اللي تنزل الpower query يكون فيها تحسين واضافة ان انا ندوس على ظهر يظهر لي القائم او الدوال اللي موجودة في الpower query عشان نوصل للقائمة ديه اول حاجة نضيف استعلام في الpower query editor دوس هنا new query from other sources واختار blank query هاللاحظ ان عندي هنا في الملف بتاعي عندي 3 queries موجودين غير الكويري اللي اضيفه اللي هو عندي category govern rate والfunction list اللي هي النتيجة اللي هنوصل لها والكويري اللي احنا ضيفينه اللي هو query folder هاجي هنا في formula bar واكتب يساوي بعد كده shift ثلاثة اللي هي علامة الشباك واكتب share ودوس enter قد يظهر لي القائمة اللي احنا شايفينها قدامي القائمة دي فيها كذا عنصر او كذا نوع من العناصر اول نوع من العناصر اللي هو الاستعلامات اللي موجودة في ملف ال excel لو بصينا عندي هنا category govern rate function list 1 و query 1 اللي اربعة دول هلاقي ان هم اول اربع عناصر موجودين عندي في اللست اللي ظهرت عندي قدامي دلوقتي طيب بعد كده هلاقي الاجزاء او الدوال اللي موجودة في او الدوال المتاحة في ال power query طيب لو جينا بصينا هنا هنلاقي في كل قدامه function دي عبارة عن دلة ولما بادوس على الخانة او الخلية اللي فيها الفانكشن وهبص عن تحت هيقول لي الدلة ديت ايه وظفتها وايه الاجزاء الخاصة بها الحاجات اللي مش مكتوب قدامها function دي عبارة عن ايه خلينا نبص انا هسيب اول دلة عشان اسمها غريب هناخد حاجة واضحة شوية حاجة مثلا زي join kind.type وقدامها type وتحتها types اللي موجودة بتاعة join kind انا من خلال معلوماتي في ال power query يعرف ان في حاجة اسمها join kind اللي هي خاص بالامر merge اللي هي inner join و left outer و right outer اللي هي الكلام اللي قدام دلوقتي ففي دلة بتتشغل بحيث ان هي تعمل عملية مرش بتاخد نوع من انواع كل نوع من انواع ديت له قيمة بتعادل بدل مكتب join kind.inner هكتب صفر فالpower query هيفهم ان انا عايز اعمل عملية مرش من النوع اللي هو inner join او لو كتبت اتنين هيبقى الpower query عارف ان انا عايز اعمل عملية مرش من النوع ال right outer join في مشكلة دلوقتي هتقابلنا المشكلة اللي هي ايه ان الدول دي اول حاجة مش معمول لها sort باي لوجيك بالنسبالي انا مش شايف اللوجيك اللي هي جاية بيه يعني مثلا تلاقي عندك هنا list بعدها t table وتنزل شوية تاني هتلاقي مثلا date فين المنطق انا محب ادور على حاجة اوصلها ازاي مفيش امكانية ان انا اعمل sort او اعمل find مثلا انا عارف دل تبدأ date dot فهاجه اعمل ctrl و if مثلا على اسمي حاجة اسمها find مفيش فده هياخدني ان انا اعرف او انا شغال في البيانات اللي ظهر قدامي ديت الpower query بيعليج على اساس ايه لو بصن عندي في القائم فوق هتلاقي ان هو بيقولي هنا record tool يبقى انا هنا الزاهر قدامي دوت عبارة عن record اللي اكد لي الكلام دوت لو لوحزنا انا قلت ان انا عندي ديت ال queries الموجودة في الملف بتاعي كل واحد هنا بيقولي ده no table 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 بس query 1 اللي انا فيه بيقولي النتيجة بتاعته عبارة عن record انا هستغل ان الpower query بيتيح لي ان انا حول ال record ل table وابدأ استفيد من مزايا table اللي موجودة في الpower query فانا هنا خلاص بقوله هنا convert وقوله into table ولحز ان انا اضافت عندي step جديد اسمها convert to table وبقى عندي ال table اللي ظاهر قدامي دلوقتي من ال table دوت هابدأ اقدر اعمل sort لو انا اريز اعمل sort لأسماء اللي ظاهر عندي سواء تصعودي او تنازولي او ابدأ اعمل مثلا find اللي انا كنا عايزينها من خلال ندوس على الصرار دوت واكتب هنا search مثلا على دلة انا اريزها من المفترض مثلا انا بدور على دلة تعالج التاريخ فاكتب هنا date dot وهتظهر لي كل الدوال اللي بتبدأ بكلمة date نفترض مثلا انا عايز الدلة لو دوس هنا اوكي طبعا ايظهر لي كل الدوال اللي بتبدأ بdate ابدأ ادور جواها لكن لو انا برضو عملية البحث مش سهلة زي ما احنا شايفين او مش عارف اعمل search بالنظر فابدأ اكتب هنا date وابس مثلا انا اختار دلة زي الدلة date dot add days اختاره وقول له اوكي هتظهر لي الدلة اسمها و function انا هنا اقولنا برضو ان ما ادوس على الخلالة فانكشن بتظهر لي الوصف بتاعها انا لا هنا هدوس المرة دي على كلمة function ذات نفسها فلاحز دلوقتي بيعمل لي حاجة اسمها invoke للفانكشن بيعمل استدعاء للشاشة بتاعت الدلة اللي انا عايز اشتغل عليها والاجزاء بتاعت الدلة بتظهر في الشاشة بتاعت الدلة خلان اقول له هنا cancel ونبص بيقول لي هنا الفانكشن دي بتعمل ايه بيقول لي بتجيب لي نتيجة date يعني نتيجتها date بس بيعمل العملية بتعمل زي ان هو بيعمل اضافة او حس على ال date اللي انا عايز اشتغل عليه بانا عندي date اساس وبضيف او نقص منه كلام نشواضع خلينا نجرب اقول له هنا invoke استدعاء الشاشة ويقول لي ال date اللي انت عايز تشتغل عليه من النهاردة 18.6 اكتب 18.6 اكتب اي date انا هاختار تاريخ النهاردة اقول له انا عايز اضيف مثلا 10 ايام كتبت هنا 10 18.6 فالمفروب بتاعها بعد 10 ايام هيبقى 28 خلينا نجرب مثلا نكتب هنا 20 هنشوف النتيجة تطلع ازاي اقول له هنا اوكي لان هو هنا بقى يوم 8 سبعة يبقى انا كده من 18.6 لما اضيف عليها 20 يوم بقى التاريخ 8 سبعة خلينا نخلي العشرين دي بدل ما هي بالموجة نخليها بالسالب تبقى هي 18 نشيل منها 20 يوم هيبقى هنا 29.5 كل دوت احنا بتتجرب وتتدلب تشتغل ازاي لان لو احنا جئنا هنا ودوسنا على الظرار بتاع الفنكشن بش هتظهر لي قايمة بتاعة الدوال بتاعة ال اكسيل او ايسف الدوال بتاعة الباور كويري اللي من خلالها اقدر اشتغل مع الدلة اللي انا اريد اشتغل ليه هلغي هنا الستيبل اللي انا ضبطها والغي الفلتر رو اللي انا اريدها بحيث ان هو يبقى اظهر لي هنا قايمة الدوال اللي موجودة فيه الباور كويري ابدأ دلوقتي ممكن اقول لي انا عايز اسجل البيانات دي في شيت اكسيلا اقول له اقول له عايز اضيفها في تيبل ويخليها مثلا في نيووركشيت وقول له لود كده انا عندي الدوال اللي موجودة فيه الباور كويري بحيث ان انا لو حبيت في وقت ان اعرف الدوال اللي بتعالج الوقت والتاريخ او التاريخ بس اكتب هنا date والفلتر اظهر لي هنا ابدأ ادور على الفلتر اللي هو السنتي أو لو انا بتعئل ارى دوال المتاحة واتعلم دل بحيث ان انا استعصمت насد Four بكده التي مرتبeding بكده يكون درسنا اليوم خالي ستعرفنا ازاي اوصل لقيمة دوال و clash bad الارغة اي store من باعي ي draw with the table حيث ان اف�ندها من الامكانيات الشيئة والفلتر ويعرفنا إزاي أستخدم الجزء بتاع Invoke Function اللي من خلاله بيزهارلي أو بستدعي الشاشة بتاعت الدلة اللي فيها المتغيرات بتاعت الدلة وأبدأ أضيف فيها القيم وأحصل على النتيجة الخاصة بالدلة اللي أنا بستخدمها لو فيه أي أسئلة أتمنى أن نسيبها فيه التعليقات من خلال الرابط اللي تفاصل الفيديو وإن شاء الله نحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته